حل مشكلة عدم ظهور نشر تعليق ماكل الهوية في الفيسبوك ده موضوعYeah حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنہائی السلام عليكم اهلا whole واله here is plastic تعليق الهوية تعلقات مستدر ان الميزة ليس الم queda وليس احتمالا يعطيت هذه من فلتمكوت الاشترافي قومن باروح هتعمل لايك للفيديو ده ولو قبل ما تشوف قناتي تعمل اشتراك في القناة هنعمل كم حاجات كده هنروح مع بعض على متجر بلاي هنتأكد منها من متجر بلاي بنكتب في البحث فوق الفيسبوك وبضغط على الفيسبوك اتأكد من عدم موجود تحديث لو موجود تحديث بتحدث التطبيق يمكن الميزة تظهر معاك بعد تحديث التطبيق في حالة ان ما فيش تحديث فعادي بضغط وبنرجع كده وبنروح على التطبيق من بره ضغطة طويلة وبنختار علامة الاي علامة الاي ببدأ ان انا اضغط عليها بننزل كده على حاجة اسمها مكان التخزين وببدأ ان انا اضغط عليها وبعمل مسح التخزين المؤقت مش بعمل مسح البيانات لان انا عملت مسح البيانات بيخرجنا خالص من على الفيسبوك فانا بعمل مسح التخزين المؤقت فقط بعد ما بعمل مسح التخزين المؤقت بخرج كده وبنروح على الفيسبوك بنشوف التعليقات مجهولة الهوية لو وظهرت معي. طيب في حالة تانية ما ظهرتش معي بابدأ ان انا اعمل ايه? بروح على اي مجموعة طبعا من المجموعات. وبنروح على التعليقات. طبعا الميزة مش موجودة معي زي ما انتم شايفين كده. الميزة منشور او نشر تعليق مجول الهوية مش موجودة عندي. طيب بابدأ ان انا اعمل ايه? بهز مع بعض الموبايل هزة. يعني هزة سريعة كده. تلات مرات. بعد ما هزنا هزة سريعة تلات مرات. بنضغط على حاجة اسمها الابلاغ عن مشكلة. وببدأ ان انا اختارها. وبنبدأ دلوقتي نعمل انشاء تقرير. هنا تضمين في البلاغ. وبضغط على تضمين في البلاغ. وطبعا زي ما نشايفين كده. هنقول لك صف المشكلة. وطبعا هما بدي لك ارسال بلاغ عشان اي مشكلة قبلك بنبعت لهم عشان يعرفوا ان المشكلة عامة. مش تخص شخص واحد بس. لا احنا في حسابات كتير. مش موجودة عندها نشر تعليق مجهول الهوية في الفيسبوك. فببدأ ان انا اكتب ايه بنعمل بقى المشكلة بتاعتنا حتى لو انت عايز تزود اي حاجة على الرسالة بتزودها. هنكتب لهم السلام عليكم. هكتب الرسالة وارجع لك تاني. هنكتب لهم السلام عليكم ليوجد في حسابي ميزة نشر تعليق مجهول الهوية. ارجو حل المشكلة في اسرع وقت. وشكرا. وببدأ ان انا اضغط على الرسالة دي. وبنتظر خالص لما يجولي يبعتولي ارسالة او يحلوا معي المشكلة. اكتب لي في التعليقات بعد ما بتعمل الاختيار ده او بعد ما بنعمل انشاء تقرير او ارسال تقرير لازم تقول لي ظهر معاك ايه او المشكلة تحلت معاك او لا علشان نشوف حل تاني للمشكلة. وبس كده. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.